أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة من خلال موقعها المتميز على ضفتي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم في العالم وخلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى مصر جارث بايلي وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للمؤتمر الدولي للمناخ نايدل طوپنج أشار رئيس المنطقة إلى أن مرور 12% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس يتيح فرصا غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر بعد أن تلقت المنطقة عددا من العروض العالمية لإقامته من جانبه أثنى السفير البريطاني على الاهتمام الذي تليه الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية وكذلك تنمية سيناء وربط حركة التنمية بها بالمنطقة الاقتصادية وأبدأ إعجابه بالاستراتيجية الموضوعة للمنطقة التي تستهدف صناعات محددة يستهدفها كثير من المستثمرين العالميين فضلا عن الاهتمام بالطاقة النظيفة وصناعات الهايدروجين والميثانول الأخضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر